كلمته بالكونغرس جرب نتنياهو يقدم هيدا الصورة خطاب انتصاري تقاطع سبعين مرة بالتسفيق بس بالواقع الصورة كانت مختلفة وقرب للخيبة من الاحتفال اولا مؤاطعة الحزب الديمقراطي وجه نتنياهو حديثه وتحياته للحزبين بالكونغرس على اعتبار انه الدعم اللي عم تستفيد منه اسرائيل عبر للانقسامات السياسية بواشنطن بس الحضور بالقاعة ما كان بيعكسها الفرضية اكتر من نص اعضاء الحزب الديمقراطي بالكونغرس قاطعوا الخطاب واضطروا يعبوا كراسيون الفاضية بكمبارس ومن بين اللي مقاطعينوا وجوه بيرزة مثل الرئيس السيب على مجلس النواب نانسي بيلوسي بالاضافة لأبرز وجوه الجناح التقدمي بالحزب مثل جمال بومن، أليكساندرا أوكازيو كورتاز، بيرني ساندرز اللي وصف نتنياهو بمجرم الحرب والكذاب وللمقارنة سنة الـ 2015 58 عضو ديمقراطي بالكونغرس قاطعوا خطاب نتنياهو مقابل 135 اليوم تانياً، احتجاجات على الزيارة إضافة للمقاطعة، قرر بعض النواب الحضور والتعبير عن احتجاجهم داخل القاعة مثل النايبة رشيدة طلاب اللي لبسة الكوفية ورفعت شعار بيتهم نتنياهو بالإبادة والنايب اليهودي جيري نادلر اللي قرر يقرأ كتاب نقدة عن سيرة نتنياهو بقت الخطاب بس الاحتجاجات الأكبر كانت برى القاعة خلال الخطاب وقبله بالشارع وبمباني الكونغرس وحتى بالقتالة المستضيف نتنياهو لرمى الناشطين أعداد كبيرة من الحشرات بكاعة اجتماعاته بتأكد كل هالإحتجاجات أنه دعم إسرائيل عم يصير عامل إشكالة أكتر وأكتر بالسياسة الخارجية الأمريكية تالتاً، استقبال نتنياهو تعاملت الإدارة الأمريكية مع زيارة نتنياهو كعبق سياسة كان استقبال نتنياهو بالمطار خجول غاب عنه الرئيس الأمريكي لأسباب صحية وما حضر لا وزير الخارجية ولا أي وجه بارز بالإدارة الأمريكية خلال جولته، رح يلتقى بايدن كرئيس للولايات المتحدة بحكم الواجبات البروتوكولية بس مقابل اجتماعه بدونالد ترامب كمرشح رئاسه تفيدت المرشح الديمقراطية كامالة هارس اللقاء بين نتنياهو إلا بحضور بايدن وبصفتها نائبة للرئيس ورفض الترقص جلسة الكونغرس اللي قالقى فيها نتنياهو خطابه رابعاً، مضمون الخطاب نفسه كان مفروض يقدم نتنياهو خطاب استثنائي ليزه بالرأي العام الأمريكي ويأثر فيه بظل الانشغال بتطورات الانتخابات الرئاسية بس الخطاب اكتفى بتكرار نفس الشعارات اللي عم تعيدها إسرائيل من مداية الحرب على غزة للدفاع عن نفسه إعلامياً حتى أن نتنياهو استعمل مقاطع وردت حرفياً بخطاباته السابقة مثل عبارته الشهيرة عن تشيرتشل وبالمقابل ما طرح نتنياهو أي تصور سياسي لكيفية الخروج من الحرب اللي تورطت فيها إسرائيل وورطت معه حلفاء الغربيين باستثناء تصورات غامضة عن مستقبل الشرق الأوسط اشتركوا في القناة